موسيقى الأجرس تقرع في الولايات المتحدة أحيانا للذكرى الثانية والعشرين لمقتل ثلاثة ألف شخص في هجمات الحادي عشر من سبتمبر الهجمات الأبثر دموية في تاريخ الأمريكي موسيقى الولايات المتحدة تصدر استثناء لإيران من بعض العقوبات الاستماحي بتبدل السجنة بين واشنطن وطهران موسيقى بعد الإعلان عن لقاء بين كيم وطن في موسكو واشنطن تحذر بيونغيان من نقل أسلحة لروسيا وتؤكد أنها لن تتردد بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية موسيقى العشرات ليلا بتوقيت جراناتشا سادسا مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة أهلا بكم تستذكر الولايات المتحدة اعتداءة الحادي عشر من سبتمبر العام 2001 التي راح ضحياتها نحو ثلاثة ألف شخص ونفذها تسعة عشر شخص ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي بعد اختطافهم لأربع تائرات تجارية في الثامنة وستة وأربعين دقيقة صباحة استضمت رحلة البوينغ 767 التابعة لشركة أمريكان إيرلاينز رقم 11 والتي أقلعت من باستون متجهة إلى لاس إنجلوس استضمت بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي وفي التاسعة وثلاث دقائق تحطمت في التوابق العليا من البرج الجنوبي رحلة البوينغ 767 التابعة كما ذكرنا لشركة يونيتد إيرلاينز رقم 175 تلك التي أقلعت من باستون متجهة إلى لاس إنجلوس في التاسعة وثلاثين دقيقة تحطمت على الواجهة الغربية للبنتاجون رحلة البوينغ 757 التابعة لشركة أمريكان إيرلاينز رقم 77 والمتاجهة من مطار واشنطن دالس إلى سان فرانسيسكو انهيار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي في التاسعة وتاسعة وخمسين دقيقة مخلفا كتلة ضخمة من النار ومن الغبار وأيضا من الحطام وبفارق دقائق قليلة في العاشرة وثلاث دقائق تحطمت رحلة يونيتد إيرلاينز رقم 93 ترك اللحلة التي أقلعت من يوجيرزي إلى سان فرانسيسكو وعلى متنها 44 مسافرة من بينهم أربعة خاطفين في شانكسفال في منطقة خاصة بالغابات غربي بنسلفانيا بعد تخطي ركاب للخاطفين وتصديهم لها انهار البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في العاشرة وثمان وعشرين دقيقة تحديدا وغطت سحابة من الرماد والحطام الجزء الجنوبي من مهاتن في نيويورك وفي غضون ذلك وضع رئيس الأمريكي أن ذلك جوش دابليو بوش أقوات المسلحة في حالة تأهم قسوة وتواعد بوش بتعقبي وبمعاقبة المسؤولين عن الهجمات في موقع ما كان يعرف ببرجي مركز التجارة العالمي اجتمع أهالي لضحايا هجمات الحادي عشر سبتمبر في الذكرى الثانية والعشرين صلوات ودعوات للترحم على ذويهم ودق لأجراس الأمل تمنيت لو لم يحدث ما حدث قبل اثنتين وعشرين سنة لكن الأمر لا يزال مؤلما بعض الشيء منذ ذلك اليوم نحاول في العائلة اجتياز الأمر والمضي قدما ولكن كما تعلمون هذا ليس بالأمر الهين كل سنة خلال هذا اليوم نتذكر أختنا التي راحت ضحية مأساة كبيرة شهدتها الولايات المتحدة إثر هجمات إرهابية خلفت قرابة ثلاثة آلاف قتيل فيما لا يزال العديد من الناجين منهم يتوفون كل سنة بسبب الأمراض المزمنة التي تسببت فيها الهجمات مغامر السنين قد نشعر أن العالم يمضي قدما أو حتى ينسى ما حدث هنا في الحادي عشر من سبتمبر آمى ألفين وواحد ولكن أرجو أن تعلموا أن رجال ونساء وزارة الدفاع سيظلون في ذاكرتهم دائما سنكرم دائما ذكرى زمين الذين سقطوا في الفريق وسنسعى دائما لنكون جديرين بذكرى من فقدناهم وقد تم إحياء الذكرى الثانية والعشرين لهجمات الحادي عشر سبتمبر عبر مختلف لايات الأمريكي وغالبية المؤسسات الحكومية بالترحم على الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم في ذكرى هجمات الحادي عشر سبتمبر ما تزال التهديدات الإرهابية خارج وداخل الولايات المتحدة توثير المخاوف هنا لأن الشارع الأمريكي يبدي تفاؤلا بقدرة واشنطن على نجاح جهودها لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة رضا بوشفرة الحرة واشنطن وزيد النمو إلينا مباركا عبر سكاي من ولاية مونتانا معك مالوري المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي أهلا بك على هواء الحرة يعني ربما السؤال الأبرز في هذا اليوم هو ما الذي تغير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك اليوم وحتى الآن يسرني أن أكون معكم ومع الجمهور أعتقد أننا عدنا تنظيم تقريبا كل الحكومة الأمريكية بعد هجومات الحادي عشر من أيلول سبتمبر خاصة في كل ما يتعلق بعالم الدفاع والاستخبارات قبل ذلك التواصل لم يكن جيدا بين الوكلات مثلا وكالة السابقة السياي اي اي والاف بي اي على سبيل المثال بعد الحادي عشر من أيلول سبتمبر تصرفنا بسرعة لهدم كل الحواجز أمام التواصل وإعادة تنظيم الخدمات العسكرية والدفاعية والاستخباراتية وبدأت حملة عالمية لمحاربة الإرهاب تستمر حتى يومنا هذا وكما قلتم في التقرير الرئيس في حينه قال إننا سنتعقب من كان مسؤول عن الهجمات وفعلنا ذلك مع بن لادن مع الزواهري ومع كثيرين آخرين من قادة القاعدة الكبار الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي هناك أيضا المزيد من الإرهاب للأسف اليوم عبر العالم وعلينا أن نكون يقيذين دائما سؤالا في هذه النقطة التي تحدثت عنها ربما أبدأ أولا ونحن نتحدث عن تحميل المسؤولية كما حدث للقاعدة لمن يتابعنا الآن ما الذي دعا لتحميل المسؤولية للقاعدة وهل تصرفت أيضا الولايات المتحدة في أعقاب هذه الهجمات ربما في كل الاتجاهات فجأة هل كان التصرف الذي حدث هو الصحيح من وجهة نظرك؟ طبعا ربما يمكنني أن أنتقد المقاربة لم تكن ملائمة على كل المستويات أعتقد أن أمريكا كان عليها أن تذهب إلى أفغانستان للقضاء على الحكومة التي ساعدت القاعدة واستضافت القاعدة التي نظمت الهجوم ولكن الإدارة سمحت للمجموعة ذاتها بالعودة إلى الحكم في أفغانستان وهذا خطأ كذلك خذنا الحرب على المستوى العالمي وأحيانا بشدة كان بإمكاننا أعتقد أن نفعل المزيد لنستحوذ على دعم الشعوب لكي يعملهم على رفض القاعدة نقوم بالانتقادات بعد 22 عاما ولكن من المهم أن لا نكرر أخطاءنا أمريكا فعلت الكثير فيما يتعلق بخفض التهديد الإرهابي خاصة القاعدة عبر العالم ولكن القاعدة هي التي أيضا أدت بطريقة غير مباشرة إلى نشأة مجموعات كداعش ومجموعات إرهابية أخرى في إفريقيا أمريكا أصبحت جيدة الآن في القضاء على القاعدة الكبار لهذه المجموعات الإرهابية ولكن ما هو سيء هو أن هذا الفكر السام انتشر عبر العالم ويرهب أيضا شعوب أخرى في دول أخرى هل نستطيع القول أن تداعيات 11 سبتمبر قد انتهت أم أننا مازلنا نعيش فيها ونراها في تطبيقاتها اليومية في سياسة الولايات المتحدة تحديدا خارجيا ولسيما إذا ذكرنا مناطق الشرق الأوسط سؤال جيد جدا أعتقد أن هناك محاولة للانتقال مما نسميه الحرب الشاملة ضد الإرهاب لأن أمريكا لا تريد أن تكون في حرب مستمرة مع هذه المجموعات ولكن هذه المجموعات لا توافق طبعا لذلك الصراع يجدر أن يستمر طبعا أمريكا عليها أن تركز أيضا على الصين وعلى روسيا ثم على إيران وكوريا الشمالية ثم على مكافحة الإرهاب هذا دقيق ولكن علينا أن نتوخى اليقظة دائما لنقول أنه حصل انفجار في تامسكوير قتل الكثير من الأمريكيين أو انفجار في أوروبا أو الشرق الأوسط لا بد من أن ترد أمريكا أمريكا ستفعل كل ذلك لا يمكنها أن تختار بين تهديد وتهديد آخر أمريكا لديها قدرة مواجهة كل التهديدات وعلينا أن نوافق على هذا الواقع بمعنى أننا لن نتمكن لوحدنا من أن نعلن نهاية الحرب ضد الإرهاب طيب تحدث عن أن ردود الفعل آنذاك أيبان هجمات الحادي عشر من ستومبر كانت لتكون مختلفة ربما إذا تم التعامل مع الحكومات في بعض المناطق بشكل مختلف وتم التوجه إلى الشعوب بشكل مختلف هل ترعى هذه النقاط الآن في هذه الحرب المستمرة من الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهاب حول العالم المثال الأول بالنسبة إلي هو الفكرة أننا هجمنا في الحادي عشر من أيلول سبتمبر من قبل القاعدة وأننا ارتكزنا على هذا الهجوم للقيام بحروب في الخارج أنا كنت في إطار الحربين وربما ليس دائما هناك منطق في هذه الحروب أما اليوم فنعرف أن مكافحة الإرهاب تغيرت إلى حد كبير وربما مجددا أخطأنا عندما تكلمنا باستمرار عن تحويل تركيزنا إلى مناطق أخرى في العالم والشركاء والحلفاء في الشرق الأوسط يعتبر أن أمريكا ستبتعد عنهم لا أعتقد أن هذا كان الهدف ولا أعتقد أن أمريكا ستفعل ذلك وأمريكا الآن تبذل جهودا كثيرة للطمأنة الشركاء والحلفاء في الشرق الأوسط ليفهموا أن أمريكا ستبقى في المنطقة على المدى الطويل لأن ذلك من مصلحة الجميع سيد ماروي أنت تحدثت عن جهود كثيرة تبذل بالتعاون مع العديد من الحكومات والدول لسيما في منطقة الشرق الأوسط لدينا موضوع بعض اللحظات سنناقشه حول هذا الأمر ابقى معنا إذا تفضلت ترجمة نانسي قنقر أفادت وثيقة طلعت عليها رويترز بأن وزير الخارج الأمريكي أنتوني بلينكين أصدر استثناء من العقوبة الأمريكية للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر وذلك في إطار اتفاق لمبادلة سجنة بين واشنطن وبين تهران إشكالية تبادل المحتجزين بين واشنطن وطهران تعود لتفرض نفسها على الشارع السياسي فبحسب وكالة الأسوشييتد بريس فقد مهدت إدارة بايدن الطريقة للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من خلال إصدار إعفاء شامل يتيح للبنوك الدولية تحويل ستة مليارات من الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر الاتفاق الذي وقع عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أواخر الأسبوع الماضي وفقاً للوكالة وفقت بمجيبه واشنطن على إطلاق صراح خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة ويرجح مراقبون أن يثير الإعفاء انتقادات لإدارة الرئيس جو بايدن من قبل الجمهوريين استناداً إلى أن الاتفاق قد يعزز الاقتصاد الإيراني بحسب ما نقلت الأسوشيتد بريس في وقت لازالت إيران تشكل تهديداً متزايداً للقوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط لكن مصادر مطارعة أفادت بأنه بموجب الاتفاق فإن الإعفاء لن يتعارض مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران فوفقاً لآلية نقل الأموال المجمدة فإن البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والأسيوية ستقوم بتحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها للبنك المركزي القطري حيث سيتم الاحتفاظ بها لإيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية وبحسب رويترز فإن الإشراف على إنفاق الأموال المجمدة سيتم كذلك تحت الرقابة الأمريكية كما أشارت الوكالة إلى أن بلينكين سبقاً أوضح أن نهج واشنطن تجاه إيران لم يتغير وأن الإدارة الأمريكية ماضية في اتباع استراتيجية الردع والضغط والديبلوماسية حول هذا الموضوع أعود مجدداً إلى ضيفي في ولاية مونتانا سيد ماك ماروي مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق يعني أعود إليك مرة أخرى وكما ذكرنا فإن كل هذه المستجدات تحدث على أصاعد الأمريكي ولكن السؤال الأول ألم يكن هناك أي تسبل لاستعادة السجناء الخمسة السوى بعملية الإفراج عن هذه الأموال لست أدري ولكن أتمنى ذلك أنا يسرني طبعاً أن يعود الأمريكيون المحتجزون إلى ديارهم وهم ستناء سياسيين من دون شك ولكن هو ثمن باهز وربما أن ذلك يشجع الدول لأن تفعل ذلك مجدداً نحن نعتقل في أمريكا الإيرانيين الذين يقومون بعملية التجسس وبالتالي عندما ندفع كل هذه الأموال لإطلاق سراح مواطنين يعتقل لأسباب سياسية فذلك سيشجع الدول لاعتقال المزيد من الأمريكيين هو حل على المدى القصير ولكن مجدداً قد يجعل المشكلة أكثر سوءاً لذلك أرى انتقادات كثيرة لهذا القرار هو سيقول لدول كروسية وإيران وكوريا الشمالية أن بإمكانهم أن يفعلوا ذلك وأن يحصلوا على تحرير أموالهم التي فردت عليها عقوبات دولية طيب يعني الأحداث أيضاً تقول أن الولايات المتحدة سوف تستطيع الخبر أو هذه الوثيقة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستطيع مراقبة والسيطرة على هذه الأموال لعدم ضخها في تمويل منابع الإرهاب أو أسلحة أو ما إلى ذلك برأيك كيف يمكن السيطرة على ذلك الأمر صعب للغاية لست أدري إن كان بإمكاننا أن نفعل ذلك وحتى لو كان بإمكاننا نتأكد أن الأموال لن تستعمل لشراء الأسلحة يمكن أن نشتري هذه الأموال لأغراض أخرى وذلك يحرر لنا أموالاً نستعملها لشراء الأسلحة إيران تواجه مشاكل اقتصادية يمكنها أن لا تنفق هذه الأموال مباشرة على الأسلحة بل تستعمل لنقل الأموال للزراعة والأموال التي كانت خصصة سابقاً للزراعة تستعمل لشراء الأسلحة وبالتالي هذا غير منطقي كشرط من دون شك هكذا اتفاق هو لمصلحة النظام الإيراني وهو يستعمل هذه الأموال لمساعدتهم هذه النقطة تحديداً التي أود أن أتوقف عنها يعني قيل في هذه الوثيقة إن هذا الإعفاء لن يتعارض مع العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران هل لك أن توضح لنا هذه النقطة الإفراج عن أموال من جهة وأنها لن تتعارض مع العقوبات من جهة نعم هناك عقوبات كثيرة تفرض على النظام الإيراني خاصة منذ قررت أمريكا أن تنسحب أحادياً من الاتفاق النووي لدينا عقوبات كثيرة مفروضة على إيران ولكن نحن نقول إن هذه الأموال لن تكون جزءاً من العقوبات لأن هناك مصارف أخرى ستنقل هذه الأموال بطلب أمريكي ولكن بعد التحويلات الأخرى ربما لا تدخل في هذا الاتفاق ولن يسمح بها بالتالي شكراً لك ضيفي كنت معي مباشرة من مونتانا ماك ماروي مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق كنت معنا على هواء الحرة من العاصمة مستمرة وفيها بعد قليل واشنطن تحذر بيونج يونج من نقل أسلحة لروسيا وتؤكد أنها لن تتردد بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية الولايات المتحدة توافق على بيع نظام لدفاع الجوي والصاروخي المتكمل لبولندا بقيمة أربعة مليارات دولار أهلاً بكم من جديد اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة نادرة لفايتنام استغرقت 24 ساعة لكنها تضمنت رسائل تحذيرية للصين إلى جانب توقيع التفاقية شركة استراتيجية ذي شقين اقتصادية وتكنولوجية بالإضافة إلى إبرام عقد لتوريد 50 طائرة باينج لفايتنام بقيمة ثمانية مليارات دولار تقريبا زيارة بايدن لفايتنام حملت رسالة تحذير إلى بيكين واستعراض للقوة الاقتصادية الأمريكية ومتاناتها الاستراتيجية عند أبواب الصين لم تستغرق الزيارة أكثر من 24 ساعة لكنها غصت بمدلولات عديدة تنطوي على تحذير للصين من التهديد أو استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي حسب ما ورد في البيان المشترك للرئيس الأمريكي مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام جويام فوترونغ بايدن أعلن في ختام زيارته التي وصفها بالتاريخية أن علاقات بلاده مع فيتنام دخلت مرحلة جديدة وتوجز زيارة بتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية ينطوي على شقين اقتصادي وتكنولوجي يتم من خلالها زيادة التعاون لا سيما في قطاع أشباه الموصلات التي أشهد واشنطن بقدرات فيام على لاعب دور أسيء في تأمين سلاسل توريدها وسيسمح ذلك للولايات المتحدة بالحد من اعتمادها على الصين في هذا المجال إذ سيضمن إمدادها بمكونات إلكترونية أساسية في وقت يعتزم بايدن إعادة تنشيط هذه الصناعة محليا بايدن أكد خلال جمر صحفي أن لا يسعى إلى عزل الصين أو إلى إطلاق حرب باردة هذه الزيارة لا تتعلق باحتواء الصين لا أريد احتواء الصين أريد فقط التجد من أن علاقة مع الصين في صعود سمير الهدف من هذه الزيارة أن تتعاون فيتنام بشكل أكبر مع الولايات المتحدة وأن تكون أقرب إليها الأمر لا يتعلق باحتواء الصين بل بوجود قاعدة مستقرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأعلن خلال الزيارة عن صفقة ضخمة بنحو ثمانية مليارات دولار أبرمتها شركة الطيران الوطنية الفيتنامية مع شركة بوينج الأمريكية لشراء خمسين طائرة من طراز سبعمائة سبعة وثلاثين الخارجية الصينية من جانبها ردت على تصريحات بايدن وحثت واشنطن على عدم استهداف طرف ثالث عند تعزيز علاقاتها مع إحدى دول المنطقة نطالب الولايات المتحدة عند تعاملها مع الدول الآسيوية بالالتزام بالمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والتخلي عن الهيمنة وعقلية الحرب الباردة واختتم بايدن زيارته بوضع إكليل من الظهور على نصب تذكري أقيم في هانوي تكريما لصديقه الراحل السيناتور جون مكين الذي أمضى خمس سنوات في فيتنام كأسير حرب بعد إسقاط طائرته هناك عام 1967 وحول هذا الموضوع نضم إلينا مباشرة من ولاية نيوجيرزي البروفيسور جون دافنبورت أهلا بك وأنت الأسافي جامعة فوردام على هواء الحراء يعني أولا لماذا الانتقال بالعلاقات بين فيتنام وبين الولايات المتحدة الأمريكية من مرحلة الشراكة الشاملة إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية أولا ما الذي تعني هذه الخطوة الدول في منطقة جنوب شرق آسيا تواجه تهديدا متزايدا من قبل الصين وهناك كلام عن حرب باردة جديدة والرئيس بايدن قال إن هدفه ليس الحرب الباردة ولكن ربما سنضطر من الدخول بموقع من هذا النوع بالنظر إلى تصرفات تايوان الصين حيال تايوان وسيطرة على أراضي في جنوب بحر الصين وانتهاكات القرارات الدولية وغيره وبالتالي دول كثيرة في المنطقة بمن فيها الفيتنام تحتاج إلى شركاء استراتيجيين لمواجهة الصين وفيتنام دولة فيها أكثر من مئة مليون نسمة وبالتالي هي سلطة أو لديها دور اقتصادي مهم ومن المنطقي بالنسبة للشركاء في أمريكا الشمالية وأوروبا أن تعزز من علاقاتها الاقتصادية مع الفيتنام الفيتنام ليس ديمقراطية خمسون عاما بعد نهاية حرب الفيتنام مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وشركاء آخرين أو خلفاء لأمريكا ولكن من الواضح الآن أن هناك مصالح مشتركة بين الدولتين ويمكنهما الاستفادة من علاقات تجارية ألا تشمل الشركات الاستراتيجية الشركات الشاملة أليس من المفترض أن تكون مشمولة حينما نتحدث عن شركة شاملة بين دولتين ألا تشتمل الشركة الاستراتيجية حينما خرج هذا الإعلان استوضحنا أن الشركة الاستراتيجية هي في مرتبة أخرى غير الشركة الشاملة ما هو الفارق بينهما؟ نعم الشركة الاستراتيجية تضم برأيي على أي حال إمكانية أن يعزز الفيتنام علاقته مع أمريكا ربما وصولا إلى معاهدة بين الدولتين وهذا هو وضع دول أخرى في المنطقة أمريكا تحاول أن تبني تحالفات أمنية مع دول كأستراليا والفلبين وربما إندونيزيا في المستقبل وكذلك الهند كل هذه الدول معنية بإزدياد قوة الصين وتهديدها ومحاولة الصين في السيطرة على المنطقة وعلى سياسات دول سياسات داخلية لدول المنطقة ويمكن أن تفرض أيضا الصين سلطتها للدول في المنطقة لتصبح نوع من الدول التابعة أمريكا يمكنها أن تواجه هذا الطموح الصيني حتى الآن الصين ليست تهديدا أمنيا مباشرا للفيتنام كما هو الحال بالنسبة لطايوان واليابان وجنوب بحر الصين ولكن من المحتمل أن يحصل ذلك كل هذه التحالفات التي تحدثت عنها سيد ديفينبورت كل هذه التحالفات التي تحدثت عنها بالإضافة أيضا إلى التوجه الأمريكي والتعاون الأمريكي في إستراليا وهي القريبة هل يمثل تطويقا ربما للنفوذ الصيني المتنامي في هذه المرحلة؟ طبعا الرئيس بايدن وإدارته وقاد آخرون في العالم الديمقراطي يريدون أن يقول للصين أن هناك بابا مفتوحا لعلاقات إيجابية بين الصين وكل هذه الدول وإن الدول تريد أن تحافظ على العلاقات الاقتصادية مع الصين لأن الصين جزء كبير من الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يتم تجاهل الصين اقتصاديا ولكن وفي الوقت ذاته لا أحد يريد حربا باردة جديدة تكون مع الصين إلا أن هناك أيضا ضرورة للتحضير لحرب باردة لأنه لو قامت الصين باشتياح تايوان عنوة وعملت على بناء الإمبراطورية كما تفعل حتى الآن فمن دون شك كل دول المنطقة ستكون مهددة وعندها ربما ما سيحصل هو أن سيكون لدينا في شرق آسيا معاهدة تشبه حلف شمال الأطلسي تضم عدة دول في المنطقة فالهدف هو المحاولة على باب مفتوح مع الصين وعلى المهادنة ولكن في الوقت ذاته أن نفسر لأصين إلى أنها لو زادت من تصرفاتها الدكتاتورية كما تفعل مع هونغ كونغ ومع ميانمار ودول أخرى النتيجة من دون شك ستكون إنشاء تحالف كحلف شمال الأطلسي شرقا شكرا لك ضعيفي من ولاية نيو جيرسي بروفوسر جون دافنبورت الأستاذ في جماعة فوردهام كنت معنا مباشرة على هواء الحراء قالت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا سيمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأكد المتحدث باسم الخارجية ماثيو مارلو الصحفيين قبل اجتماعا مرتقب بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية قال إن الولايات المتحدة لن تتردد بفرض عقوبات جديدة على من يمول الحرب الروسية على أوكرانيا سنراقب نتائج هذا الاجتماع عن كثب وسأذكر البلدين بأن نقل أي أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا سيمثل انتهاكا لقرارات عديدة لمجلس الأمن الدولي ونحن بالطبع فرضنا عقوباتنا بشدة على الكيانات التي تمول المجهود الحربي الروسي وسنواصل تطبيق تلك العقوبات ولن نتردد في فرض عقوبات جديدة إذا كان ذلك مناسبا على كوريا الشمالية هذا وقالت وكالة الأنباء المركزية الكوريا الشمالية قالت أن الزعيم الكوريا الشمالي كيم يونج آن غادر بيونج يونج متوجها إلى روسيا عبر قطاره الخاص لعقد اجتماعا محتما مع الرئيس فلاديمير بوتين إعلان بيونج يونج المصحوب بتأكيدات من الكريملين بأن الزعيم الكوريا الشمالي كيم جونج آن سيزور روسيا ويلتقي نظيره فلاديمير بوتين وضع حدا لأيام من التكهنات بشأن الزيارة التي تنبأت بها الولايات المتحدة بناء على تقارير استخباراتية هيئة البث الكورية الجنوبية ويتين قالت إن سيول تتوقع أن يعقد كيم جدماعا مع بوتين الأربعاء علما أن كوريا الشمالية وزعيمها يعدان من أشد الداعمين لغزو موسكو لأوكرانيا ووفق مراقبين فإن بوتين يسعى للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية فيما تقول تقارير إن كيم يبحث عن تكنولوجيا متطورة للأقمار الصناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية إضافة إلى مساعدات غذائية ورغم نفي المسؤولين الروس والكوريين الشماليين هذا الأمر إلا أن التكهنات بشأن التعاون العسكري بين البلدين تزايدت بعد أن قام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويكو بزيارة نادرة لكوريا الشمالية في يوليو الماضي بدعوة من كيم لحضور معرض أسلحة وعرض عسكري ضخم في بيونجانج وفي إطار ردود الفعل على هذه الزيارة قال المتحدث باسم البنتاجون باتريدر إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من إمكانية تقديم كوريا الشمالية الذخائر أو الدعم المادي لروسيا مضيفا أن من شأن ذلك أن يساهم فقط في إطالة أمد الحرب كان البيت الأبيض قد حذر كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر من أنها ستدفع الثمن في حال أقدمت على تزويد موسكو بأسلحة لإعادة مل إحتياطياتها العسكرية المستنزفة جراء حربها في أوكرانيا وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من نيوبورد بولاية يورد آلند العميد المتقاعد بيتر زواك أهلا بك الملحق العسكري الأمريكي السابق لدى روسيا أولا إذا تحدثنا عن مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الزيارة ومن شكوكها أيضا فيما تتمثل نعم هذه هي الزيارة الثانية لكيمجانون الأولى كانت في العام 2019 قبل الحرب الحالية في أوكرانيا والأمر الآن يختلف وفقط بعد شهرين من اجتماع وزير دفاعه شويغو مع الكوريين الشماليين يستقبل الزعيم الكوري الشمالي وهذا يظهر كم تراجع الروس الآن عندما نتكلم عن ديبلوماسيتهم يتعاملون مع دول ككوريا الشمالية وإيران بالنسبة إلي هذا يظهر أن روسيا الآن تبحث عن الأسلحة والذخائر لدى كوريا الشمالية في حين أنه في الماضي روسيا وقبل روسيا الاتحاد السوفيتي كانوا هم من يقدم كميات كبيرة من الأسلحة لكوريا الشمالية هذا مهم طبعا ويظهر تماما كم أن هذه الدول الآن تتقرب من بعضها البعض كما يقال عدو عدوي هو عدوي أو صديق عدوي هو عدوي ولكن لا أعتقد أن ذلك سيكون لمصلحة روسيا لأن دولا كثيرة الآن تقول لدينا علاقة مع روسيا ولسنا ضد روسيا في حربها في أوكرانيا ولكن الاتفاق مع كوريا الشمالية وهي الدولة المارقة الأولى هذا أمر مهم كيف يمكن التعامل ربما مع هذا القلق الذي أعرب عنه رايدن حينما تحدث عن قلق الولايات المتحدة من تقديم كوريا الشمالية للأسلحة لروسيا هذا من جهة على صعيد آخر ما الذي يمكن أن يفعل مع دولة مارقة بالأساس كما تقول وهي كوريا الشمالية أولا فيما يتعلق بالأسلحة برأيي لن تغير هذه الأسلحة اللعبة في أوكرانيا لأن أنواع الأسلحة والذخائر ربما قد تلعبوا دورا محدودا ولكن برأيي لن تغير هذه الذخائر طبيعة الحرب في أوكرانيا ربما ستجعل الحرب أكثر دموية وهناك نقطة مهمة هي أن روسيا مجددا تستجدي كوريا الشمالية للأسلحة والذخائر هذا يظهر أن روسيا في حال أو في موقف حرج كذلك هناك نظرة العالم لروسيا أشرت إلى هذا الموضوع هذا يظهر كم تراجعت مكانة روسيا على المستوى العالمي لأنها ترى الآن في أهم حلفائها دول مارقة كوريا الشمالية وإيران التي تقدم المسيارات إلى روسيا لو كانت روسيا تقدم التكنولوجيا المتطورة إلى كوريا الشمالية وهناك شائعات تقول ذلك وإن ذلك يكون على مستوى الغواصات النووية لست أدري إن كان ذلك صحيحا ولكن يكون ذلك أيضا خطرا لأن كوريا الشمالية تقدمت في مجال الأسلحة النووية العابرة للقارات والآن تعمل على بناء قدرات عسكرية أخرى وإن ساعدت روسيا كوريا الشمالية فإن ذلك أيضا سيخفض من مكانة روسيا العالمية الخارجية قالت أننا لن نتردد بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ما جدوى توقيع عقوبات على دول مارقة؟ ما الذي يؤثر فيه أو هل يدفعها بالأساس على التراجع؟ لا أعتقد أن أي شيء يمكن أن نفعله سيمنع كوريا الشمالية من تغيير مسارها العقوبات موجودة وهي أداة فعالة لنوى لحلفائنا للضغط على كوريا الشمالية العقوبات تؤثر كثيرا على الكوريين الشماليين للأسف وربما تجعل تصنيع الأسلحة أصعب بالنسبة لكوريا الشمالية ولكن ما هو مهم هو أن نتصرف في منتديات كالأمم المتحدة لأن دول كثيرة تعتبر نفسها صديقة لروسيا قد لا تفهم لماذا روسيا تتوجه إلى كوريا الشمالية نعم وهي تستجدي الأسلحة والزخير شكرا لك ضيفي كنت معي مباشرة على الهواء العميد المتقاعد بيترزوك الملحق العسكري الأمريكي السابق لدى روسيا كنت معنا مباشرة من رود آيلند أعلن البنتاجون موافقة الخارجية الأمريكية من حيث المبدأ على بيع نظام لدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لبولندا بقيمة أربعة مليارات دولار قال البنتاجون أن بولندا العضو في حلف النايتو طالبت شراء المرحلة الثانية من هذا النظام الميداني بيدي المتطور من صواريخ باتريوت المزودة بأجهزة استشعار وبمكونات حديثة وأوضح أن الصفقة تشمل 93 مركزا لعمليات الاشتباك ومائة وسبعين شراء للتحكم في الحال بالإضافة إلى معدد أخرى ذات صلة قال متحدث باسم الجيش الأمريكي قال إن أرمينيا ولولاية المتحدة بدأت مناورة تدريبية عسكرية مشتركة بالقرب من العاصمة الأرمينية ياريفان يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات الأرمينية عطربيجان توتر شديدة ويشارك في مناورة الشركة النصرة التي تستمر لعشرة أيام يشارك 85 جنديا أمريكية ومآوى 75 جنديا أرمينية وهي تهدف عدد جنود الأرمين مشاركة في مهام السلام الدولية وعلى رغم من صغر حجم التدريبات إلى أنها آثارت غضب روسيا التي لديها قاعدة عسكرية في أرمينيا وتعتبر نفسها الضامنة الأمنية الرئيسي في المنطقة قالت سفرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا أنها تتبع عن كثب حالة الطور الناجمة عن ظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد وعربت السفرة في تغريدة على منصة أكس عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم كما عربت عن تعطفها الصادق مع جميع المتضررين من الفيضانات وأدفت السفرة في تغريدة ثانية أدفت أنها على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة ومع السلطات في ليبيا لتحديد مدى السرعة التي يمكن بها تقديم المساعدة إلى حيث تشتد الحاجة إليها قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن إسرائيل سهلت متطلبات سفر فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية من قطاع غزة اليوم الاثنين وذلك ضمن الصعدادات النهائية للتفاق يتيح للإسرائيليين دخول الولايات المتحدة دون تأشيرة وقد بدأت إسرائيل منذ العشرين من يوليو الماضي في تخفيف إجراءات الدخول عبر حدودها والدخول والخروج من الضفة الغربية لجميع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية خلال فترة تعتبرها الدولة الحليفتان تجريبية وتأتي هذه المبادرة من جانب إسرائيل لتلبية شروط ضمامها إلى البرنامج الأمريكي للإعفاء من التأشيرات وبحسب رويترز فإن الموعد النهائي لإظهار إسرائيل لامتثالها للشروط الأمريكية هو الثلاثون من شهر جاري من العاصمة مستمرة فيها بعد قليل ميتا الأمريكية تطور نظاما جديدا أكثر قوة لذكاء الاصطناعي ضاهي أوبين أي آي أغالة حكومية أمريكية تكشف عن تعرض الولايات المتحدة لعدد قياسي من الحوادث المناخية خلال العام الجاري أهلا بكم من جديد تدخل شركة ميتا على خط المنافسة لتطوير نظام جديد لذكاء الاصطناعي ينافس تشاجي بيتي الذي تقدمه شركة أوبين أي آي أطلق عليه مختصون اسم النموذج اللغوي الكبير على أن يكون جاهزا خلال العام المقبل على أبعد تقدير وفقا لتقرير لصحيفة والستريت جورنال الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة أنميتا تتطلع إلى أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تعمل على تطويره أقوى بعدة مرات برات من نسختها التجارية والتي يطلق عليها اسم لعمة تشو وهو نظام لغوي كبير للذكاء الاصطناعي أطلقته ميتا في شهر يوليو الماضي لنقترب أكثر من فهم هذه الفكرة الجديدة نقول إن ميتا تخطط لأن يدعم النموذج الذي تطوره هذه الشركات المختلفة على بناء خدمات تنتج نصوصا متطورة وتحليلات ومخرجات أخرى هذه التوقعات تشير أيضا إلى أن شركة ميتا تخطط لبدء التدريب على نظام ذكاء الاصطناعي الجديد والمعروف باسم النموذج اللغوي الكبير في أوائل العام 2024 تشير أيضا هنا لأن ميتا كانت قد طورت بالفعل في أغسطس الماضي نموذج للذكاء الاصطناعي لديه القدرة على ترجمة الأحاديث وعلى تفريغها صوتيا بعشرة اللغات واضعة لبنة بناء محتملة لأدوات تمكن من التوصل في الوقت الحالي كاسرة كذلك للحواجز بين جميع اللغات في سياق آخر اعترف متحدث باسم شركة ميتا المالكة لفيسبوك بأن تطبيق Threads كان يحضر مصطلحات البحث عمدة عندما يتعلق الأمر بعملية البحث عن معلومات حول لقاحات كوفيد ووفقا لمديرة التوعية في شبكة الصحة العالمية وهي منظمة غير ربحية مخصصة لمكافحة فيروس كورونا فإن وسائل التواصل الاجتماعي هي شريان حياة للمرضى بالمعنى الحرفي للكلمة استنادا إلى إحصائيات قدمها مركز بيولي الأبحاث كشفت عن أن أربعة من كل عشرة أمريكينا يحصلون على معلومات عن اللقاح من وسائل التواصل الاجتماعي ما يعني أن فرض الرقابة على عمليات البحث سيؤدي إلى ترك فجوة معلوماتية ثار مجددا البركان كلاعيا في أرخبيل هوايا الأمريكي قاذثا حمما بركانية زاد ارتفاعها عن 20 متر بحسب ما أفاد مرصد باراكين هواي في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وهذه هي المرة الثالثة التي يضطر فيها هذا البركان خلال هذا العام بعدما ثار لمرة أولى في شهر يناير ثم في شهر يونيو وبالرغم من أن المناطق السكنية بعيدة عن البركان إلى أن جهزة الطوارئ في هواي حذرت من الغازات البركانية وخصوصا غاز ثاني أكسيد الكبريت أعلنت وكالة حكومية أمريكية الأثنين أن الولايات المتحدة شهدت 23 حدثا مناخية وهو رقم قياسي تسببا من خلاله بأضرار مادية قدرت بمليارات دولارات منذ بداية العام بدأت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي وهي وكالة حكومية بإحصاء الكوارث المناخية الكبرى في البلاد عام 1980 الوكالة أعلنت أن الولايات المتحدة شهدت خلال العام الجاري 23 حدثا مناخيا وهو ما يعتبر رقما قياسيا وتسببت جميعها في أضرار تقارب 58 مليار دولار وهو ما يظل وفق الوكالة أقل مما كان عليه في السنوات الأخرى لأن الرقم القياسي لا يشمل القيمة الإجمالية للأضرار ولكن عدد الأحداث المناخية المنفصلة ففي العام الماضي تسببت 18 ظاهر مناخية كبرى بأضرار تجاوزت 165 مليار دولار في البلاد وخصوصا بسبب الإعصار إيان الذي دمر فلوريدا لكن كان عام 2017 هو الأكثر تكلفة جراء إعصاري هارفي وإيرما الذين بلغت قيمة الأضرار التي تسببا فيها نحو 384 مليار دولار وتعرضت فلوريدا كذلك للإعصار إيداليا في أغسطس المنصرم كما تعرضت هواي لحريق مدمر في الشهر نفسه فيما تعرضت كاليفورنيا لفيضانات ووفقا للوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي تسببت هذه الكوارث المناخية أيضا بمقتل ما لا يقل عن 253 شخصا بما يشكل أحدث تأكيد على اتجاه لحدوث كوارث مكلفة يحمل الكثير منها دليلا واضحا على تغير المناخ وفي ختم هذه النشرة نتعرف معا على أحد المعالم الأمريكية البارزة معلم اليوم هو النصب التذكري لأحداث 11 سبتمبر في مدينة نيورك والذي يعد من أبرز المعالم في الولايات المتحدة في أعقاب الحادث الإرهابي هكذا اعتادت جيمس ريتشيس على تمضية يوم 11 سبتمبر خلال 22 سنة الماضية يأتي إلى هنا للتأمل والوقوف أمام اسم ابنه جيمي المنقوش على اللوحات البرونزية في النصب التذكاري الذي يخلد ذكراه وذكرى الضحايا الـ 2977 الذين فقدوا حياتهم في اعتداءات 11 سبتمبر هذا اسم ابن جيمي كان رجل إطفاء في 29 من العمر عندما توفي أثناء محاولته إنقاذ العالقين في الطابق 35 من البرج ولكنه لم يخرج حيا اعتداءات 11 سبتمبر جمعت الأمريكيين بطرق غير مسبوقة للرد على الأحداث المأساوية في ذلك النهار وبعده تطوع الكثيرون للعمل والمساعدة في الخطوط الأمامية لجهود الإغاثة وأظهر الكثير من التعاطف والدعم للمتضررين بينما كانوا هم أيضا يكافحون من أجل التغلب على المأساة أذكر جيدا كان هناك شعور من الوحدة والالتفاف في شوارع المدينة رأيت أصحاب المحالة التجارية يضمدون جراح المرة في الشارع وأشخاص لا تربطهم أي معرفة مسبقة يساعدون بعضهم البعض على الاتصال بذويهم أو الوصول إلى مكان آمن لا تزال هذه الصور حاضرة في بهني كأنها حدثت بالأمس النصب التذكاري لاعتداءات 11 سبتمبر أقيم في موقع برجي مركز التجارة العالمي في وسط منهات لتخليد ذكرى جميع الضحايا الذين كانوا من أكثر من 90 بلدا وثقافة مختلفة وسمي هذا التصميم إنعكاس الغياب كل شخصا عند زيارته موقع النصب التذكاري يجد شيئا ما يحكيه هنا ويشعر بارتباط معين ليس فقط بتاريخ الأحداث وإنما أيضا بالطبع الإنساني الطاغي على هذا المكان هذا النصب الذي افتتح في الذكرى العاشرة للاعتداءات يشمل حديقة تضم المئات من أشجار البلوت ومن بينها هذه الشجرة التي نجت من الدمار الذي حل بالمكان عقب الهجمات وباتت تعرف باسم شجرة الناجين تبقى ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر وقفة سنوية للشعب الأمريكي للتفكير في الهجمات التي أودت بحياة ألفين وتسعمائة وسبعة وسبعين شخصا وألقت بظلالها على حياة الآلاف من الذين نجوا أو استجابوا أو فقدوا ذويهم وأصدقائهم وزملائهم توني نداف الحرة منهاتن نيويورك طلق مبنى البنتاجون وشاغلوه ضربة قاسية صبيحة الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001 حين صدمت طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الأمريكية بالجانب الغربي من المبنى لذكرى الهجوم وعشرات الضحايا الذين سقطوا خلدت بنصب تذكاري في باحة خارجية مقابل موقع الهجوم وأخر داخل مبنى البنتاجون 184 مقعدا يحمل كل منها اسم ضحية ممن سقطوا في هجوم الحادي عشر من سبتمبر مقاعد موزعة حسب ترتيب أعمار الضحايا وفي ظلها أحواض مياه صغيرة تجسد برمزيتها استمرار الحياة وضع تصميم النصب التذكري المهندسان كيث كيزمن وجولي باكمان وقد تم اختياره عام 2003 بعد مسابقة عالمية تنافس فيها نحو 11 ألف تصميم إلا أن عملية البناء لم تبدأ حتى عام 2006 عندما نفعل شيئا ما في مبنى حكومي كبير كالبنتاجون فإن الأمر يكون معقدا ويستغرق وقتا طويل لتحديد التفاصيل من الأرض إلى المواد التي تستخدم وأيضا التمويل والتمويل قام على التبرعات لأن ذلك يمنح الشعور بالانتماء وهذا مهم جدا افتتح النصب التذكري في 11 من أيلول عام 2008 وبلغت تكليفته نحو 22 مليون دولار وهو متاح أمام الزوار طيلة أيام السنة باستثناء يوم 11 من سبتمبر الذي يخصص لأهالي الضحايا أعتقد هناك دائما خطر بأن ينسى الناس ما جرى في الماضي هناك النصب التذكري لبير هاربر في هواي ويقصده الناس ولكن بالنسبة لكثيرين تفاصيل ما حدث غير واضحة وهناك متحف ضخم في نيويورك مخصص لأحداث 11 من سبتمبر وهو مصدر تعليمي جيد وسنويا عشية ذكرى 11 من سبتمبر جرت تقليد بأن يتم إصدال العلم الأمريكي في مقابل النصب التذكري أي على هذا الجدار الذي تلقى الصدمة الأولى وتم الاحتفاظ في عملية إعادة بنائه ببعض أجزاء الركام كي تظل فضاعة الهجوم حاضرة في الأذهان هذه هي الجهة الداخلية لموقع الهجوم وفيها اختار البنتاجون أن يخلد ذكرى الضحايا عبر كنيسة صغيرة وممر يظهر مدى التكاتف الذي أبداه الأمريكيون بعد الهجمات أكثر من مئة قطعة من الألحفة الصغيرة مزخرفة بعبارات الدعم والحب والصور وصلت إلى البنتاجون بعد هجمات سبتمبر من معظم الولايات الأمريكية ومن دول حول العالم بينها دول عربية وقد علق بعضها في ممر خاص يؤدي إلى كنيسة صغيرة تحتضن أسماء الضحايا والعلم الذي لف به النعش الرمزي لمائة وأربعة وثمانين شخصا قضوا في الهجوم على البنتاجون يوم الحادي عشر من سبتمبر من وزارة الدفاع الأمريكية وفا إجباعي الحرة نهايته هذه الأخبار من العاصمة لهذه الليلة على رأس الساعة تلتقون مع رؤو تربي وموجز لأهم أخر الأنباء وموجز لأهم أخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر